اشتركوا في القناة موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين وثمان دقائق من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل طبعا القمر بما انه موجود في برج السرطان معناته منشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إنه لا أحبانا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور التذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة في عيل فترة بإمكاننا الاهتمام بمسائل العلاقة بالعقارات أو مثل استجهار بيت بيع بيت تجديد بيت أو أثاث ديكور أشياء من هذا القبيل أو حتى زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية إيجابية يعني تقريبا راح تغير كثير من المعطيات بالنسبة للزوايا الفلكية الأخرى الزاوية هاي زاوية التثليث إيجابية بين الزهراء وبين المشتري طبعا هاي تأثيراتها من اليوم 13-11 ولغاية 17-11 ذروتها يوم 15-11 الساعة 9.35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بين كوكبين السعد اللي هم السعد الأكبر والسعد الأصغر بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك هذا الشيء بسهل علينا التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وكمان هاي زاوية بتسهل إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك هاي زاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات الصلة بذلك مثل الفن والديكور والتمثيل الأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابي اللي بين عطارد وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 14-11 هاي زاوية بتخلينا أو بتخلي عنا قدرة على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 18-11 هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية السلبي اللي هي التربيع ما بين المريخ وما بين نبتون وهي تأثيراتها حكينا لغاية يوم 26-11 بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن أن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم بالفترة هاي ممكن يتناولوا أدوية بطريق خاطئة وبتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وتأثيرتها لغاية يوم 14-11 هاي زاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وهاي طبعا الزاوية ما زالت مستمرة لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها وهي زاوية التزديس الإيجابية بين الزهرة وبين بلوتو ذروتها اليوم الساعة 49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية مستمرة لغاية نهاية يوم 14-11 هاي الزاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل والثلاث زوايا اللي رح تتشكل مع القمر زوايا إيجابية الزاوية الأولى هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام ساعة 59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها الطيلة اليوم هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون ضربتها الساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتكون من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ساعات منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نيبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة 10 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات ما قبل العصر ولغاية ساعات صباح اليوم التالي وهي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبتعد عن العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية لها لهاي الأعضاء المعدة يعني اللي بيعملوا تكميم للمعدة أو قص للمعدة صحيح أنه فيها نسبة عالية من الإيجابية ولكن قليل جدا من الأشخاص اللي ممكن يتضرروا منها فعشان هيك منقول بدهم يكونوا حذرين أما بالنسبة للكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والسفاق طبعا هدولا بدهم يكونوا حذرين إذا كانت العمليات الطرارية لازم يعملوها في مجال التأجيل أنا بفضل تأجيلها بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العملية الجراحية لا دون الأعضاء اللي ذكرناها يعني أي شيء غير اللي ذكرناه عابدي سهل جدا عملية الجراحة لإله برضو هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بالعكس هذا يوم ممتاز لهاي العمليات يصلح لإزالة الشعر الزائد يعني أي عملية تجميلة اليوم ناجحة إلا عملية التكميم اللي بيكون فيها بعض المخاطر بالنسبة لهذا اليوم برضو من الأيام الإيجابية لقص الشعر التجميلة والصبغ والحفاظ على الشعر ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين 14-11 رح يبدأ خلو المسار في تمام ساعة 10 و40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام ساعة 12 و47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره 19 يوم في تمام ساعة 5 و31 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بصير عمره 20 يوم نسبة الإضاءة بتصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 هو الآن سعيد بنسبة 70% في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 100% وبيكمل طيلة النهار على هاي النسبة القمر في السرطان حتى يوم 14-11 هو الآن موعد بث الحلقة سعيد بنسبة 30% في ساعات صباح اليوم بيرتفع نسبة السعادة إلى 85% ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى 100% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيدة الآن هي بنسبة 15% في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 45% في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة إلى 70% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهم كل يوم في أمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم إشي إنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أهم إشي إنه اليوم تحذروا من بعض عدائية الجو في نقاش أو حوار وحاولوا إنكم ما تخلفوا القوانين اليوم ممكن شوي يصير بعض الضغط عليك من مصاريف أو اهتمامات تصليح أو التزامات عائلية الأجواء تقريبا فيها إيجابية عالية في منك كثير رح يسعب بخبر عائلي أو مناسبة عائلية أو لقاء عائلي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم نشاط عالي جدا حيوية طاقة ممتازة جدا بتنشطوه في السفر والاتصالات والتنقلات ولكن بتكونوا منتبهين أثناء قيادة السيارة هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان والحظ بيدعمك بشكل كبير وبتقدر تعبر عن رأيك بجراءة بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وعند قدرة عالية على الإقناع سرعة بديها ممتازة حيوية وطاقة عالية ولكن في بعض الأوقات بدك تحاول تسيطر على إنفعلاتك أو على غضبك باستطاعتك من واقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة ولا ما رح تهدأ نشاطاتك اليوم نهائيا برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم هذا بيحملكم فرص لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات تستردوا أموال لإلكم أو ممكن تحصلوا على هدية أو على جائزة أهم شيء تخففوا من النفقات اللي ما إلها أي داعي ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها اليوم تفتح أمامكم أبواب للحوار النقاش الإقناع الطلبات أي شيء تقدر تبرر موافك وتوضح أي سوء تفاهم من اليوم حيويتك عالي جدا برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا اليوم أنتو عندكو طاقة عالية جدا وحيوية عالية جدا وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم حتى أنه اليوم أنتم ملفتين للانتباه للجنس الآخر أهم شيء أنكم ما تترددوا في طلب أشياء من أشخاص آخرين أو إقناعهم بوجهة نظركم بترتفع عندكم المعنويات بشكل واضح الأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاق العمل أو صفحة جديدة هذه الفترة فيها نوع من أنواع تقدم وأخبار جديدة بتعيدلك النشاط لحياتك اليومية وتعتبر هذه الفترة من أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب ولكن اليوم لسعادة القمر والشمس بعضوك شوية طاقة فما رح تشعر بالتعب الكثير بتقدر اليوم تنجزوا الأعمال خصوصا الأعمال الروتينية العاجلة تقدروا برضو أنكم ترتاحوا شوي نفسيتكم مستقرة شيئا ما صحيح أنه ممكن يصير فيها بعض الضغوطات أو تشوفوا أنه الظروف مخيبة للأعمال أو تشعر ببعض الإرهاق أو التوتر ولكن كل هذا ما رح يكون شيء خطير هو أشياء عابرة تقلبات من وجود القمر في بيت المتاعب فعشان هيك عادي يتحمل اليوم ومشي بأي صورة في بعض الأخبار الجيدة لبعض موليد برج الأسد ممكن تصالهم اليوم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتقدروا اليوم انكوا يعني تعبروا عن آراءكم بشكل جيد أهم مش انكوا تتجنبوا بس انتقاد أي شخص يعني ما في داعي للانتقادات بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت اليوم بحاجة للتحالفات بتفرح لتفاهم الآخرين لإلك وبتحصل على التأييد اللي انت بتنتظره ممكن تشارك في ورشة عمل إلى أجواء جيدة ودعملة إلك بقوة اليوم وممكن تحصل على كثير من المكاسب وخصوصا من علاقاتك الاجتماعية ومعارفك بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين واليوم يعتبر من الأيام المميزة اللي بوسعكم من خلالها إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تشعروا وكأنه محيطكم المهاجة أو الاجتماعي بيدعمكم بشكل كبير صحيح أنه في بعض الضغط أو بعض الأشخاص ممكن أنهم ما يتعاطفوا معكم أو ما يتعاونوا معكم ولكن رح يوجد البديل اللي يعودك عن هذا الشيء أهم مش أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة وحاول بس أنك تكون هيك تتحلى بالمنطق والعقل الراجح وما في داعي للقلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا الطاقة عالية جدا اليوم لدرجة أنه أنت رح تسحى ومن نومك نشيد جدا بتنشطوه في السفر في الاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب النقاشات الحوارات الفلسفية السياسية الدينية أهم شيء أنك تكونوا بس أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة اليوم رح يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أجانب أو أشخاص من خارج البلاد ممكن عمل ممكن أمور إلها علاقة بالقضاء ممكن أمور إلها علاقة بالدراسات الجامعية كلها إيجابية إن شاء الله بتختفي المنافسات والعدوات وهذه الفترة بتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن وتحرك يعني استغل كل الفرص برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ولكن اليوم بيحمل لكم إما فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو استرداد بعض الحقوق أو يعني حل مسألة مالية كانت صعبة بالفترة الماضية أهم مش أنك تتصرف بدون تباطئ حاول أنك تصحح الأوضاع وتحاول أنك ترجع بعض الأمور لنصابها حادروا من مخالفة القوانين والتعليمات ولا تفرض أو لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم اتعالج موضوع مالي أو إداري ولكن زي ما بقول لك الأجواء إيجابية فاستغلها باتجاه الأمور المالية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة شراكتكم بالمال شراكتكم بالعاطفة شراكتكم بالعمل أي شراكة اليوم أنتم مدعومين بطاقة عالية جدا لها علاقة بهذا الموضوع يا تعزيز شراكة يا بداية شراكة يا حل أمور أو خلافات لها علاقة بهذا الموضوع بتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم بالعمل والعاطفة أو ما بين الأزواج وتعتبر هاي فترة يعني ممتازة لأن القمر بحالة سعادة عالية جدا فهذا الشيء رح يساعدك ولكن أنت في بعض الأوقات ممكن تكون تشعرك بخلل بالطاقة أو بعض النرفزة أو العصبية أو ممكن حد يستفزك اضبط عصابك ولا تسأل عن هدول الأشخاص اللي طاقتهم سلبية ويبدأ بشيء جديد برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا العمل هو أكثر شيء بيشغلكم الأمر الصحي مش كثير يعني ما في خوف أو قلق على الأمور الصحية ممكن تقلبات أو شغلات عابرة أو إرهاق أو تعب ولكن كأمور كبيرة أعتقد أنه اليوم هذا على الأغلب ورح يكون من الأيام الجيدة أهم شيء أنه اليوم الأمور إلها علاقة بالعمل فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال المهمة أو تبدأ بعمل جديد أو تعزز علاقاتك مع مدراءك أو زملائك في العمل أهم شيء أنه حاول أنك ما تدخل بمواجهات يعني مع زملائك حذروا من التقلبات الصحية وإذا دعت الحاجة يعني حاول أنك أنت تراجع طبيبك وما تعاند أهم شيء أنك تباكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمل وحاول أنك تنجز الأعمال المهمة والضرورية وتستغل للفرص برج الحود بالنسبة لما أوليد برج الحود طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أن أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة ودعم لإلكم بقوة على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض علاقتكم بأبنائكم مناسبة أو فرحة أو حتى بتشعر بنوع من أنواع الإطمئنان اليوم في فرصة مناسبة للمصالحة لتسوية للتعارف الارتباط الحب الهوايات أي شيء حتى لو بتفكر في أمور الحلاقة بالتجميل فهي مناسبة جدا يوم طاقتك حلوة وحتى هذا بنعكس على حيويتك نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا يعني تعتبر فترة مميزة مليئة بالحضوض لازم تستغلها ولازم تنطلق لكسب أي شيء بمصلح دالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر